هناك حدث عن 8000 لأقل حد أدنى للأجور دا ما طلبنا نحن ولكن الوزارة لم تحدث ليست كافية أستاذ خيري هل تتفق معي إذا كان البيت أقل لبيت في اليوم بصرف لو 200 جنيه على أسوأ الفروض نا هيك عن المواصلات لنا هيك عن الكهرباء هيك عن الإيجارة اللي بيدفعوا المواطن البسيطة اللي بأجر أقل لبيت بـ 25-20-10-15 طيب أنت قد يمكن لا تعرف أن الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور دا هو الدرجة 17 للعامل دا أقل عامل أقل عامل للدرجة 17 تتصاعد إلى أن يصل القطاع الأول الخاص والدرجة 17 نفسها قد تكون هناك طبيعة عمل يعني قد تكون 50% 30% 40% وهناك زيادات أخرى غير هذه بدلات موجودة يعني حتى الحد الأدنى للأجور الآن هناك بدلات وعلاوات ومنح أخرى مع المرتب المبلغ ليس بالسهولة التي يتصور الشخص أنا لدي التضريبات منذ استغلال السودان حتى الآن والموازنة الآن شاركت في موجهات على أقل تقدير ونأمل من وزارة المالية والسيد وزير المالي أن يجلس مع اتحاد العمال لمناغشة زيادات قلنا للوزراء السابقين حقيقة اختلفنا مع الأخ الركابي واختلفنا مع الأخ بدر الدين ويمكن يكون الأخ معتز موسى كان استجاب لمطالبنا في نقطتين أساسيتين الزيادة التي طالبنا بها صحيح لم يحققها بالمطلب الذي طالبناه ولكن زيادة 500 إلى 2500 كانت زيادة مقدرة وهناك إزالة للمفارغات نحن حقيقة نتحدث كذلك واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا في الوجور هناك العمل المتساوي للأجر المتساوي للعمل المتساوي وهناك اتفاقية من منظمة العمل الدولية الـ ILO أنه مساوى في الوجور نحن هناك مفارغات كبيرة جدا في الوجور يعني من وزارة لوزارة من وزارة ووحداتها المختلفة لا نريد أن نخوض في هذه المسألة ولكن المسألة معلومة للعاملين وهذه تخلق غبنة حقيقة لأنه إذا تخرجوا عشرة من كلية واحدة وكل شخص يشتغل في موقع مختلف تجد المرتبات مختلفة صحيح بدأنا من 2016 في موازنة 2017 بدأنا هذه المسألة وفي 2018 جاءت لم تحصل مسألة ولكن 2019 بدأت برضو جزء من المفارغات والآن الأخوة وزيرة المالية تحدث عن أنه مطلبنا نحن تقدمنا بثلاثة مطالب زيادة الحد لأدنا للوجور إزالة المفارغات إلقاء ضريبة الدخل الشخصي من المرتبات هل تعلم أن المرتب البسيط هذا يأخذ منه ضريبة دخل شخصي من المرتب نفسه الأساسي ومن البدلات والعلاوات وهي ضريبة حقيقة ليست عادلة لأن الشخص الذي غضى 25 عاما أو بلغ 50 سنة في العمر ديل معفهين من ضريبة الدخل الشخصي وهؤلاء هم الغيادات الخدمة المدنية غالبا من الدرجة الثالثة فما فوق والعاملين من العاشرة فما دون ديل مرتباتهم يعني ما بيدخلوا فيه ضريبة الدخل الشخصي الذين يدخلون في ضريبة الدخل الشخصي من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة وبالتالي هناك ظلم في أنك تعمل ضريبة الدخل الشخصي لجزء من العامل إذا ذهبنا كذلك للقوات النظامية الذي يقضي 12 عاما وغيرها هناك الدستوريين كلهم معفيين من ضريبة الدخل الشخصي هذا الظلم بعين طيبة لحياة طيبة